نواة الطمر كنز وتراس لا يقدر بثمن قد الزيت الزيتون على نواة الطمر قبل العيد تحقق حلمك في ثواني جربيها ويشوف المعجزات صلوا على رسول الله اللي أول مرة يشوفني أنا مطبخ مامة صولة إسراء فتحة سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب الفكرة دي مواجزة ربانية وكنز وتراس مش هيتقدر بأي ثمن أصلا مش بس ليه الصبايا ليه الصبايا وللعجوز وللأطفال وللشباب والشباب قبل البنات حيرعوني عليها هنجيب برطمان كده وحنبدأ نجيب نواة الطمر هنبدأ نشيل الكشور الكفيفة قوي اللي عليها ديها تقريقة وهبدأ أحط الكمية ديها في البرطمان وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وتعتمدوها بشكل رسمي لأن بجد زي ما أنتم عارفين إن كل وصفات جديدة وخصرية إن شاء الله تعجبكم وبجد بجد الوصفات بتاعة نواة الطمر كلها جديدة وحتعجبكم جدا وحتكسر الدنيا هشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد ويجزاك الله وكل خير هبدأ كده أحط نواة الطمر في البرطمان هعمل معاكم كمية كده مهولة هتقعد معنا بالسنة وإن شاء الله تعجبكم جميعا صبايا وشباب وعجوز وأطفال هبدأ أحط كده النواة في البرطمان وعلا ما نشوف بعد كده هنعمل إيه لأن اللي إحنا هنعمله دلوقتي كنز وبجد فكرة ما تقترش على بال العفري هبدأ أجيب الطاجن أو الفخارة أو البرام على حسب اسمه في البلد أو في الدولة اللي بتشوفوني منها وهبدأ أحط البرطمان وهبدأ أجيب ميا مغلية واملى الفخارة بالميا المغلية عيد الأمة قرب كل سنة وإنتم طيبين كل سنة وكل أم طهبة وبخير وبسعادة كل سنة وكل أمهاتنا بخير وفي أحسن حال يا رب كل سنة وأمي الله يرحمها في جنة الفردوس في الجنة خالدة فيها يا رب دعوتكم لها إن ربنا يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وإن شاء الله أكون سبب في دعاكم لها ودي تكون أحلى هدية ممكن أقدمها لها في عيد الأمة بعد كده حطيت عود من الإرفة وبعد كده بقى بس للإرفة اللي احنا هنحطها في البلد طمان دلوقتي لازم تكون إرف عيدان مش مطخونة تمام بعد كده هحط معلقتين من الكزبرة المجففة حطيت معلقة وهحط معلقة كمان من الكزبرة الجفة اللي هي متحمصة لازم تبقى مديالها تحميصة كده تمام وما تكونش مطحونة وحابدأ أجيب الأورنفل وأنا هنا هستخدم من سبع العشر عدام من الأورنفل طبعا هنا البرطمان كان بدأ يسخن تماما لإنه خاد درجة حرارة الميا وهو ده المطلوب بعد كده هجيب معلقتين من بزدور الكتان وهنا بقى المكون الأساسي مع بزور أو نواة الطمر هو زيت الزيتون حابدأ أجيب زيت الزيتون وأنا هنا هعمل كمية جبيرة زي ما قلت لكم هتقعد معي بالسنة طبعا على حسب الاستخدام فأنا هنا قررت أن أأمل البرطمان بالزيت الزيتون علشان يقعد معي أطول فترة ممكنة على فكرة الفيديوهات بتاعت نواة الطمر فعلا طلعت معي ترند وفعلا ناس كتير قوي جربيتها ودعوه لي عليها وأصحاب القنوات بدأ يعملوها بعد الفكرة بدأت عالميا تنتشر فجربوها وشاركوها على قد ما تقدروا وعلشان الكل يستفاد بس كل اللي أنا طلبة منكم دعوة حلوة لولدتي الله يرحمها أن ربنا يرحمها واسكينها الفردوس الأعلى من الجنة وإن شاء الله زي ما قلت لكم تكون دي أحلى هدية قدر أقدمها لها في عيد الأمة حابدأ كده في البرطمان استرائي مصدر معلوماتك أنا بحب الإراءة جدا جدا مش بس الإراءة الحديثة أنا بحب أقرأ يعني ما قبل العصور يعني بحب أقرأ الحاجات الأديمة قوي اللي صعب تلاقوا حد بيقرأ عنها دلوقت فأنا عايز أقول لكم الأفكار دي كلها كانت أصلا موروسة عن الفرعنة وكانوا بيعملوا الحاجات دي تمام فإحنا هنا بقى ولكن أنا طبعا بعمل تركيبات على بعضها وفعلا بتنجح وبتجيب نتائج رهيبة لكل اللي جرب الحاجات دي هنا بقى أنا إيه سبته بالضبط لمدة 72 ساعة لحد طبعا كان سخن في أول ساعة فسبته كمان لحد ما تعدى كويس قوي وهنا بقى زي ما انتم شايفين زيت الزيتون خاد اللون بتاع كل المكونات طيب إحنا ليه حطينا المية السخنة في البرام أو في الفخارة ده علشان كل المكونات تسخن على البارد من غير ما نعرضها للحرارة أو من غير ما نعرضها للنار مباشرة طن هنا لو تاخدوا بالكوا بقى بعد التعتيق 72 ساعة بالضبط نواة الطمر حجمها الضعف لأنه يتناعد كتير أوف زيت الزيتون هنبدأ ان احنا نجيب بارطة مونت تاني فكرة دي يا شباب حتدعولي عليها بجد وحبدأ ان انا اصف كل المكونات دي انا عايزة منكم لايك حلو اشتراك في قناتي تفعيل زر الجرس علشان كل منازل وصفة جديدة يوصل لكم دايما اشعار بيها كمان انا عايزة بيكم اوصل للمليون مشترك وشكرا جدا ان انتو وصلتوني للتلتمائة الف وانشاء الله بيكم اوصل للمليون مشترك لايك بقى كده وكمانت حلو اكتبوا لي بتتابعوني أو بتشوفوني من اي بلد حصف كل المكونات زي ما انتو شايفين بالنسبة للي في الصفاية ده فخلاص انا مش محتجاه احنا خدنا كل المكونات اللي فيه وعتقناه بطريقة صحيحة بنسبة 100% هنا شايفين شكل الزيت ده اعمل ازاي بيلمع خد كل الفوائد اللي في كل المكونات استخلصنا كل الزيوت اللي في كل المكونات على البارد زيت الكزبرة زيت القرونف الزيت نوات طمر الاصلي زيت القرفة بجد وكمان زيت بزور الكتان بطريقة صحيحة بنسبة 100% هبدأ اضيف بقى معلقة من القرفة الدرسين يعني دول الدول اللي هي مش من مصر غالبا بيسموها الدرسين ولكن تكون مطحونة ومعلاقة من القهوة البن اللي انا استخدمته هنا بن سادة مش بن محوك فاتح وهبدأ بقى اقلب القهوة والدرسين مع كل الزيوت بالشكل ده شايفيني المنظر كنز ومعجزة وتراص ليه يقدر به ثمن وان شاء الله لما تجربوه حتدعولي للنهار شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا مع جرانكم مع اهلكم مع اصحابكم مع اخوك ومع صاحبتك ومع اختك كمان ومع حماتك ومع مامتك ومع باباكي علشان الكل يجرب الفكرة والوصفة دي وبجد بجد هتدعولي عليها هاخلط كل المكونات سوا بالشكل ده علشان نشتري الحاجات دي من برا بتتباع برا غالية جدا غالبا الحاجات اللي بتتعتق في التصنيع بتتباع باسعار غالية جدا هنا هستخدم معلاءة كبيرة من زيت الارجان وده اساسي لو ما عندي كيش تقدر تستغني عنه تمام استخدمت كده زيت الارجان هلبدأ ان احنا نقلب كل المكونات وبس كده خلاص ان شاء الله تكون جهزت للاستخدام وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها هلستخدمها كادهان للشعر كل يوم والفروة الراس بندلك بها فروة الراس عشر دقايق الشباب يستخدموها لشعر الدقن تدليك الجلد اللي بيكون تحت شعر الدقن ويقدروا يستخدموها كادهان كمان لشعر الدقن بتعمل ايه اول حاجة قولي ودع للشعر الابيض بتعالج الشعر الابيض قولي ودع للشيب لان مع الاستخدام بترجع الشعر اللونه الاصلي قولي ودع للشعر القصير وقولي ودع للشعر القصير هتخلي شعرك ينمو بدون توقف هتخلي شعرك يكون زي شعر بنزل طويل جدا والوداع للصالع وأمراض السعلبة لأنها جبارة في تحفيز الدورة الدموية في فروة الراس فبتنبت الفراغات والوداع أصلا لفراغات الشعر من النهاردة هيبقى شعرك كثيف جدا هتخلي شعرك يتول بطريقة أنت ما تتخيلهاش استخدميها لشعرك والشعر بنتك وابنك لو خفيفه ومش بيتول وحتشوفي نتيجة جبارة استخدمها لشعر دقلك وكمال لشعر راسك لو خلص تعبت من الشعر اللي بيقع أو من الشيف عموما جربوها الوداع للصالع والصدفية ومش بس كده لأمراض السعلبة شل الفيديو على قد ما تقدروا وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وأكون قدر تقافتكم أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم